مرحبا بكم من جديد الكثير من يحصر دور طب الشرعية في تشريح الجوتة وتقديم الشهادات الوصفية للعنف والجرح العمدية غير أن دوره الطبي والاجتماعي يتعدى ذلك بكثير فهو حلقة وصل بين الطب والعدالة كثيرا ما يحمي المواطنة الضحية من تجوزة الإدارة عند النزاعات يقول عبد الرحمن الشريطة في هذا التحقيق تابه الطب الشرعي اختصاص طبي لا يعرفه الكثير من الجزائريين وكثيرا ما يحصرون دوره في تشريح الجوتة والشهادات الوصفية لآثار العنف والجرح العمدية وكثيرا ما يحصرون طبي والاجتماعي يتعدى ذلك بكثير حسنًا . على أرتفع طور ؛ تربطس Bild قطلب والمكان اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نوسي قنقر نلشن له قنقر نجم قنقر افراد نانسي قنقر نسي قنقر من خارج المعارسيح ، الطرارين ، ومثلت الحروجية ، أو المعارسي دولي ، ومموظوم ، وذاكرة ، مرحبا ، ويحفظون أن نريك ، ونحن نصل على هذا المطابek ونجز ofereكم